السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي تلميدي والتلميديات في هذا الفيديو في قناة الفيزياء ببساطة هذا الفيديو مخصص لتلميدي السنة الثالثة إعدادية نرى الدرس للنظمات لمادة الرياضيات طيب بحال الكلمة طلبوا مني أنني نشرح الدرس بطريقة مبسطة لأنني لقوا في مشاكل وقيتوا في صعوبة لذلك نحاول نشرحه بطريقة مؤسرة إن شاء الله سوف نقسمها إلى جزءين الجزء الأول هو هذا الفيديو الجزء الثاني يكون مراد الفيديو من حال لا تغفلوه إلى الجزء الثاني يمكنك الانتفرج على الجزء الثاني والجزء الثاني يغفلوه لكن يحويج مهمي في الجزء الثاني المفهم؟ لأول مرة يرى القناةятся اشتركوا وفعل زر الجرس والذي يشتركين فعلوا زر الجرس ستطبعوا زر الجرس لبساطة المباشرة ليصلكم كل جديد أي جديد ترح توجد في القناة اذا لنبدأ على بركة الله اول حاجة سنعرف بعض اشياء واحد تقديم عام احيانا نصادف بعض التمارين العلمية الصعبة مثل الرياضيات كالقوا بعض التمارين صعب لان المعطيات غير كافية لا يكون لدينا معطيات حيث انه يكون لدينا غيمة جهولين مثلا اكس و اكريك يكون لدينا مجهول اكس و مجهول اكريك او اكتر نريد نحسب احد ما بطريقة غير مباشرة لذلك سوف نحتاج النظمات اذا احنا إلا بغينا نحسبو واني نحلو واحد تمارين فيه مجهولين او اكتر فيه مثل مجهول اكس و مجهول اكريك رأي صعيب علينا نتعاملو عين بطريقة عادية لذلك سنحتاج ما يسمى بالنظمات بززاف ديل تلم دابك يتسألو شنه هي هاد النظمات هذي اذا هاتش لدينا نشوفو في الفقرة الاولى اذا اولا نظمة معادلتين من الدرجة الاولى بمجهولين اذا هاتش نشوفو النظمة ديال جوج معادلات من الدرجة الاولى المثلا اثنان اكس زائد ع تساوي صفر ادي مثلا معادلة من الدرجة الاولى مفيهاش اوسى اثنان اوسى ثلاثة اوس اربعة تفقين اذا هاته اللولة بمجهولين خصيقون عندنا دقيقون ايكس وיים مثلا اذا نشوفو التعريف ديال النظمة بعد اول لغول الكتابة و لتحت هنا معادلة ثانية ادي معادلة الوله وهذه معادلة ثانية من يمكن جميع العن Kolleginnen تسمى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى نظمة معادلتين لأن هناك معادلة الأولى والمعادلة الثانية بمجهولين وحلها هو تحديد الأزواج إذا لا نريد أن نحل هذه النظمة لاحظوا معي هناك X و هناك Y وبالتالي الحل هي الزوج X و Y يعني لحلنا X و Y رحلنا النظمة التي تتحقق معها المتساوية معا نظمة مختلفة هذه عبارة عن نظمة بمجهولين إذن نحدد X و Y عبارة عن نظمة نظمة يكون فيها جوج معادلة كما ذكرت إذن تعريف دبرة واضح دبرة نتقلوا المثال باش نفهموا أكثر أشنو كيوقع طبيعة الحال في النظمة وكيفاش كان قدروا نحلوا النظمة ولكن قبل قبل ما ندخلوا المثال أنا أعطيكم البلون ديال الدرس كيفاش هذا يكون إذن إحنا الهدف من هذا الدرس هذا يجب أن نحل حل النظمة تحديد الحل ديال النظمة لأن أنا أعطيكم طرق فينا مشي بساب ديال الفيديوهات تتلقوا كيشرحوا النظمة ولكن غير كيدوزو يعطيكم الحل مباشرة ويزربوا نحن نشوف بشوية الحل نظمة هذن نشوفو جوج طرق طريقة اللولة أو الحل طريقة الحل أول نشوفو ما يسمى بالحل الجبري وهذن نصرحو بطبيعة الحل الحل الجبري ثم هنا الحل الثاني كيتسمى بالحل المبياني أو الهندسي يعني هندسيا هنا جبريا يعني الحل نحسبوه حسابيا وهنا هندسيا بنسبة الحل الجبري شنو هذن يكون عندنا في الحل الجبري كينجوش طرق اللي هنستعملوه كين الطريقة اللولة كنظن راكم عارفين الناس اللي راجعوه هي طريقة التعويض طريقة التعويض يعني هذن نشوفو هذا ثم طريقة ثم طريقة الثانية هي طريقة التأليفة الخطية طريقة التأليفة الخطية تفقين وعيد الهدف دينا في الدرس هو أن نحل النظمة ونبحث عن الحل نظمة علاج الزوج ايكس ويكري كينجوش طرق إما استعملو الحل الجبري او الحل هندسي الحل الجبري هدي تكون في هذا الفيديو والحل هندسي هدي يكون في الفيديو الجاي بنسبة الحل الجبري طريقة التعويض باش نشوفو هذا وكينطريقة التأليفة الخطية إذن دا براح تتكون في المسار الصحيح ديال الدرس دا بادي مش نشوفو الحل جبري بالضبط طريقة التعويض إذن هنا الحل جبري للنظمة طريقة التعويض تعتمد هذه الطريقة على عزل يعني سنعزل ماذا سنعزل أحد المجهولين في طرف لوحده في إحدى المعادلتين ويعوضوا عن قيمته في المعادلة الأخرى يعني شنو هذين ديروا هذين نحطوا منعطكم مثال هنا عندي مثال اكس زائد اثنان اجريك تساوي صفر وعندي هنا مثلا ثلاثة اكس زائد اكريك تساوي خمسة ولا أربعة أي مثال دا بغينا نحلها هذه نستعملها طريقة التعويض يعني سنعزل أحد المجهولين عندنا جوج مجهولين عندنا اكس و اكريك يعني واحد مجهول هذه نعزله هذين ناخده مثلا مجهول اكس هذه نعزله شنو هذين يساوي يساوي لنا اكس كي يساوي ناقص اثنان اكريك مثلا لحوولنا هذه الجهة أخرى اذا هاها عمية العزل هي هذه في طرفين لوحدها وعزلناها بوحده لانه بجوج الصعب علينا اننا نحددوهم وبتالي نعزلوا واحد منهم مثلا واحد جوج الصحي حخصا نحيدوا واحد منهم نتفهموا مع ذلك للأول عاد كما نشوف الثاني نفس الشيء عدنا دب اكس و اكريك خاصنا مشون تفكروا مع اكس عاد مشون نشوفوا اكريك اذا هذه الطريقة اللي نديرو ويعوضوا عن قيمتي في المعادلة الأخرى دبع اكس لقينها مثلا اكس لقينها ها هو صافي غلبناه بعض العبارة اغلبنا اكس و تالي حصلنا على القيمة ديالو ناقص اثنان اكريك اذا إلا بغنا نتغلبو على اكريك مباشرة دي نشدو غير هات اكس و نعوضو فهنا وادي لقو اكريك واحنا تغلبنا على النظمة طبيعي الحال بالاتماد على طريقة التعويض وهذا الشيء اللي نديرو في واحد المثال دبع اذا المثال اللي نعطيكم هو عفوا المثال اللي نعطيكم هو اكس ناقص اثنان اكريك تساوي سفر وهنا ناخدو اثنان اكس ناقص سبع اكريك تساوي اثنى عشر اذا نطلب منا ان نحدد طبيعي الحال فهذا الحال هذه اكس واكريك اذا بجوج الى تجمعو بجوج كنا نلغو صعوبة كبيرة بزاف اشنو هدي نديرو سنعزلو اكس في واحد المعادلة طيب اتحال هذه المعادلة اللولو هذه المعادلة الثانية اذا شنو هدي نديرو نعزلو اكس طريقة باش نختاروها ردو البال كنشوفو اكس الى كان اكس بوحده مع شي جوج اكس باش ما ندخلش في الكسور مثلا هنا عندي جوج اكس وهنا اكس اذا شنو هدي نعزلو اللي سهل واشي جوج اكس او لا اكس طب اتحال اكس هو اللي سهل لان المعامل دياله هنا غير واحد تفقين اذا دائما كنشوفو للمعامل دياله صغير وبتالي عندنا واحد اذا هنا نعزل اكس في المعادلة واحد وبتالي شنو هدي نحصلو هدي نديرو اكس تساوي هاد ناقص اتنان اغريق اللي حقونا الطرف اخر هي اتنان اغريق والتانية هدي تبقى هي 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 المعادلة الثانية هدي تبقى كما هي تفقين مزيان دابا اكس تخلصنا منو تهنين منو شنو هدي نديرو هدي نشدوه وهدي نعوضوه في المعادلة الثانية انا عافون هنا اغريق هدي نشدو هاد اكس للقيمة دياله هي اتنان اغريق سنعوضوه في المعادلة الثانية اذا شنو كنكتبو نعوضو هدو غير شرحي مفتمر مباشر نجاوبو نعوضو اكس بقيمته في المعادلة الثانية اذا المعادلة اللولا غير كنعزله والمعادلة الثانية فش كنعوضوه تفقين دابا شنو هدي نديرو اكس شنو كيساوي اكس يساوي اثنان اغريق و احنا شنو عندنا عندنا اثنان معادلة اللي هي اثنان اكس ناقص سبعة اغريق تساوي اثنى عشر احنا دابا هاد اكس هاي القيمة ديالو يعني خصنا نحايدوه و نعوضوه بالقيمة ديالو اللي هي اثنان اغريق و نديروه بين القوسين تل من بعد و نحسبوه متفقين اذا نعوضو غير اكس اكس عوضوه بالقيمة ديالو دابا شنو نحسب اكس هنا بطبيعة الحال اكس كيساوي اثنان اغريق هنا حسبنا اثنان في اثنان هي اربع اغريق يعني يعطينا اربع اغريق اغريق ناقص سبعة اغريق تساوي اثنى عشر تفقين دابا رايق نحسبوه الفهم هدي نمشيو لهذا المكان هنا نديرو اكس كيساوي اثنان اغريق اغريق ناقص ثلاثة 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 اغريق إذا ضربنا في واحد طريق سنضربه في الطرف الآخر قسمنا 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 بعد ذلك هذين نختاز له هذه ناقص ثلاثة مع ناقص ثلاثة مع ناقص ثلاثة هذا الشيك أتعرفوا رأيك يمشي معاكم طريقة مبسطة إذن إغريقة شنو هذي يساوي ناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة هي ناقص أربعة وبتالي هنا حددنا إغريق هنا نسينا مدرنا للمتين هنا هذين نتابعوا بنفس الطريقة ندروا إكس يساوي إثنان إغريق ثم إغريق كيساوي لنا ناقص أربعة إذن هذا باش نحددنا حددنا ناقص أربعة حددنا إغريق وبالتالي دبرا لقمنا إغريق تغلبنا الحالي imagines هذين لنشدوها ناقص الربعون ونعوضوها في المعادلة اللولة لأن إغريق كيساوي ناقص أربعة هنفهم؟ إذا ندروا إكس كيساوي إثنان في ناقص أربعة عوضنا إغريق في القيمة دياله وي أصلا لدينا كيساوي ناقص أربعة إذن أحنا لدينا إكس كيساوي ناقص ثمانية وي كيساوي ناقص أربعة ونكتبو واحد جملة في الأخير وبالتالي إذن نكتبو فين هنا نعم هادي نديرو إذن النظمة ولو بالتالي للنظمة أو النظمة تقبلو حل 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 وحيد طبعا الحل حل وحيد هو الزوج ونحددوه شنو هو الزوج هو إكس و إكريك إكس هو ناقص أربعة و إكريك هو تمانية عفوا ناقص تمانية هنزيد واحد ناقص ناقص أربعة ناقص أربعة ناقص أربعة ناقص ثمانية إذن هذه هي الطريقة السهلة والمبسطة للإجابة على أي نظمة كيفما كان نوعها وبطبيعة الحال هادي ندلكم التمارين لا بغيتوا التمارين في اللايف قولوا علي في التعليقات ولا بغيتوا التمارين على شكل الفيديو طبيعة حالا نديرو اللي بغيتو إذن شرحنا دابا طريقة اللولة يعني أدرجو فين كنا قبيلا طريقة ديال تعويض شرحناها يعني سالينا منها دابا طريقة تعويض رهية سهلة مشو دابا طريقة تأليفة الخطية طريقة التأليفة الخطية إذن طريقة التانية نحذف أحد المجهولين إذن الهدف في الطريقة هذه أننا نحذف أحد المجهولين سواء عملية الجمع أو الضرب أو الطرح وهذا الشيء نشوفه في واحد مثالة فجأة تفهموا بزاف إذن المثال نخذه مثلا المعادلة التالية عندنا X-3Y تساوي واحد رادي ندخله الأمثلة أكثر تعقيدا في التمارين 2X-3Y تساوي 20 إذن نقدر نحلها بطريقة التأليفة الخطية أو طريقة التعويض طريقة التأليفة الخطية يجب أن نقوم بعملية الحدف نحذف X في المرحلة الأولى و نحذف Y في المرحلة الثانية إذن في المرحلة الأولى نحذف X لماذا نحذف X؟ كي نحصل على القيمة مفهم؟ لماذا نحذف Y؟ بطبيعة الحال إذا حذفنا هنا مثلا نحذف X و هذا القيمة و هذا القيمة وهذا القيمة أزواج إذن نحذف X بطبيعة الحال هنا نحذف X هذا يريد أن نحذف X كيف نحذف X بطبيعة الحال إذن هنا عندي في التحت 2X والفوق نحذف نضرب في ناقص 2X كي نقوم بعملية الجامعة تعطيني 0X كيف فهمتوا؟ في الطرف الأول نضرب في ناقص 2 لأنه أريد أن نجمعها لأنني نجمع المعادلتين لجمعنا المعادلتين لقوا بطبيعة الحال لأن X ما بقى عندنا إذن هنا أخذنا نضربه في ناقص 2 هذا سوف نضربه في ناقص 2 أتبليكم من بعد لأنها نضربها في ناقص 2 لنضربها في واحد ونجمعها إذن شون نكتب هناك جملة نضرب طرفي المعادلة 1 طرفي المعادلة 1 هناك نضربه هنا نرى تات الطرف الأخر أمام المتساويات نضرب طرفي المعادلة 1 في المعامل ناقص اثنان في المعامل ناقص اثنان وطرفي المعادلة ثانية هذه المعادلة واحد وهذه المعادلة ثانية فضربناها في المعامل واحد في المعامل واحد يعني هذا الشطرح كتبت لكم دابا فنحصل على فنحصل على وكنحسبوه إذن هذين حاولو نضربوه في الطرفين دابا كما ذكرت قبيلا ناقص اثنان في اكس هي ناقص اثنان اكس ناقص اثنان في ناقص ثلاثة اجريك هي زائد ستة اجريك تساوي ناقص اثنان ثم المعادلة الثانية ستبقى كما هي ما فيه حتى شي صعوبة اثنان اكس زائد ثلاثة اجريك تساوي عشرون إذن في حد الآن ما درتوالوه هذ ناقص اثنان نضربوه في الطرف الأول وفي الطرف الثاني يعني كلا الطرفين إذن دابا شنو كاللحظه هنا انطلاقا من هاد النظم اللي حصلنا عليها دابا التسلسل اللي قمنا به اللحظه معايا ان عندي ناقص اثنان اكس وعندي اثنان اكس وهاد طريقة شنو كتقولي طريقة تتعليف الخطيه يعني نقوم بعملية الحدث عندما سنحذف احد الطرفين كنقوموا اما بالعملية ديال الضرب او عملية الطرح يعني خصنا نقوم باعفون عملية الجمع او الطرح هاي الضرب المعامل احنا ضربنا في المعاملية ونقص اثنان لكن كنو كنقوم بعملية الجمع او عملية الطرح وبتالي هنا بنسبة لنا احنا شنو هاد نديرو واشن نضربو واشن نجمعو هاي الطرفين هادو ولنقوم بعملية الطرح باش نتخلص من اكس طبي للحال اخصنا نقوم بعملية الجمع نقص اثنان اكس زائد اثنان اكس كتساوي لنا صفر اذا نكتبو نجمعو ونجمعو المعادلتين طرف طرف بطرف نجمعو المعادلتين طرف بطرف يعني كل طرف بوحده ما نخلطو حال الحساب دي الملحانة كنجمعو واحد صف كيكملو كيمشي الصف اخر وهكذا نفس شي احنا بنسبة لنا شنو هاد نديرو نجمعو كل طرف هنا نقص اثنان اكس هاي ها نكتبها هنا زائد اثنان اكس زائد ستة اغريق زائد ثلاثة اغريق تساوي ناقص اثنان زائد عشرون تفقين اغريق 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 لو انه ما كانش هاد العملية سنقوب بنفس طريقة اللولية نحذف اغريق ونضربه في معامل يناقص جوج ونضربه في هذا الى اخره اذا شنو هاد نكتبو طبيعة الحال لا نحتاج لا نحتاج لا نحتاج للضرب في هذه الحالة ونحتاج الضرب في هذه الحالة طب الحالة كن عارفين السبب لان المجهول ان المجهول اغريق له نفس المعامل له نفس المعامل المعامل اللي هو بطبيعة الحال ثلاثة نتفقين يكفي ان نقوم بعملية الجمع معادلتين يكفي جمع المعادلتين بطرف بطرف طبيعة الحال يعني نقص علينا الخدمة طرف بطرف اذا نقوم بعملية الجمع إذا جمعنا هذه المعادلتين يعطونا اعطونا اكس زائد اثنان اكس نقص ثلاثة اجريق زائد ثلاثة اجريق ننسينا واحد اجريق ونقصكم تركزو مزيان نرى بعض المرة تركت غلطه تساوي واحد زائد عشرون اذا اكس زائد اثنان اكس اياه ثلاثة اكس هذه المعادلات نشيل انها متقابلين كي ساوي السفر تساوي واحد وعشرون وبالتالي هنا اكس كي ساوي كي ساوي واحد وعشرين الى ثلاثة هي سبعة وحددنا القيمة دياله ونقص هنا اذا اعطونا اكس كي ساوي سبعة و اجريق كي ساوي اثنان نجي ونكتبو الجملة وبالتالي النظمة تقبلو تقبلو حلا وحيدا هو الزوج ونحددو اذاك الزوج اللي لقينا هو الزوج طبيعي الحال سبعة واثنان طبيعي الحال الطريقة التانية هي اللي سهلة خصكم يتلقاوه فاش تضربوه من طرف فاش خصكم تضربوه والقيمة دياله فاش تضربوه من بعد كي سهلة لكن على العموم نفس السؤال في المتحان را كي سولوكم اعتمدوا على الطريقة او هذه اذا حاليا شنو شفنا في هذا الفيديو هذا كما ذكرت قبيلا شفنا طريقة التعويض وطريقة التأليف الخطيئة بنسبة الحل الهندسي نشوفوه في الفيديو الاخر باش ما يكونش طويل اذا كنتمنى انكم تكونوا استفتوه اذا عجبكم اتشرحوا نفس الطريقة نديرها الحل الهندسي طبيعي الحال التمارين اختاروا اما بغيتوا انصحوه وانصحوهم اني بحلق تشكي الفيديوهات وليحوهم في القناة اللي بغيتوا اذا نشركين في الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة